اهلا بكم معنا في حلقة جديدة من اميرة في المطبخة على سي بي سي سوفر النهاردة بقى الحلقة من الحلقات اللذيذة الخفيفة السريعة السهلة اللي هنعمل فيها اربع افكار من النقنقات قاعدين اليوم بتاع الصيف طويل الولاد اجازة الامهات بياخدوا اجازتهم برضو في الصيف والابهات نفس الكلام عشان يقضوا مع بعض وقت سواء في البيت او في المصيف قاعدين في البلكونة قاعدين قدام التلفزيون قاعدين قدام البحر قاعدين في تمارين الولاد الطويلة اللي ما بتخلصي في الصيف عشان نشغلهم بحاجة مفيدة فدول اربع النقنقات لوزاز جدا جدا وحنستخدم فيهم الحمص هنعمل حمص بالشطة واللمون هنعمل حمص بالكاري هنعمل حمص بالسكر والارفة هنعمل حمص بالشوكولاتة اول وصفة هنبدأ بيها هتكون بالشطة واللمون ودي هنستخدم فيها علبة من الحمص المسلوق والمتصفي او تجيبوا كوباية من الحمص الشام من عند العطار وتغسلوها وتنقعوها وتسلقوها وتصفوها وتستخدموها وفيه كمان دلوقتي اوبشن تالت اللي هو الحمص المسلوق المجمد هتلاقوه في القسم المجمدات في السوبر ماركت وده بيبقى لطيف جدا جدا برضو وتقدروا انكم تستخدموه ايا كان الزيادات زيت زيتون ثم بودرة بشر لمون ملح وفلفل وشطة اكيد اللي عايز يعملوه بناكة اللمون بس بدون شطة ماشي الحال اكيد اللي عايز يجيب من عند العطار بودرة شطة ولمون ويستخدمها اوكي الموضوع فكرة مش وصفة والموضوع ما بياخدش ثلاث ثواني يعني هتخلطوا كل المقادر مع بعض هتحطوها في الارفراير هتحطوها في المايكروويف هتحطوها في الفورن اي حاجة من الثلاثة اي حاجة من الثلاثة صاج عليه ورق خبزة او ساليكون باد وعلى الفورن على طول دايما بقول لكم انه الساليكون باد من الحاجات المفيدة جدا 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 علشان خاطر اول حاجة الحاجة متلزقش فيها بجد يعني حقيقي تاني حاجة موفرة جدا لانها بتتغسل وبتنزلوا تستخدموا فيها تستخدموا فيها تستخدموا فيها ومجرالهاش اي حاجة هتستخدموا الارفراير ماشي مفيش اي مشكلة خالص الارفراير كمان دلوقتي بقالها ورق خبزة موجود فيه كل المحلات وموجود انلاين برضو بيوفر تنظيف كتير المايكروويف برضو تمام المهم انها تبقى طبقة واحدة يعني انا مش عايزة طبقات فوق بعضها عشان تقرمش وتبقى لطيفة من وقت الالتاني ممكن نديها تقليبة عشان نجيب اللي فوق تحته اللي تحت فوق بولا زيت زتون بشرة لمون فرش او مجفف طوم باودر رشة تشطى يعني حسب الرغبة ممكن بابريكا ممكن تشطى وبابريكا مع بعض تقليبة كوباية من الحمص المسلوق تقليبة صاج عليه ورق خبزة او سلكون باد طبقة واحدة مش طبقة اطفق بعد ممكن نقلبه مرتين تلاتة بس خلاص حيطلع يتحط في علبة محكمة الغلق او برطمان محكم الغلق وتاخدوا معاكو المصيف تاخدوا معاكو البلكونة تنزلوا بي جنينة طلعوا بي السطح تعودوا بي على البحر تعودوا بي في التمارين تعودوا بي قدام فيلم قدام مسلسل يعني لطيف لذيذ طيب عايز اقول لكم حاجة انه في ناس كثير جدا بتسألني على طريق التنظيف المايكرو ويف وطريق التنظيف الارفراير هناخد الارفراير في الفقرة دي عشان تنظفوا الارفراير اول حاجة الارفراير لازم تكون لسه سخنة يعني ما تسيبوش الحاجة تبرد فيها وده بوتجاز فورن مايكرو ويف ايرفراير اي حاجة بتستخدموها حتى التساط والحلل كل ما كانت سخنة كل ما كانت تنظيفها اسهل واسرع رقم اتنين المكونات السحرية بتاعتنا اللي بنستخدمها في الجريلو وبنستخدمها في كل حاجة في الدنيا خلى ابيض ملح لامون مياه سخنة مولعة صبون سائل بي كربوناتو تحطوها في بخاخة تحطوها في المايكرو ويف تحطوها في الارفراير تحطوها في الفرن اي حاجة بتفتت اي دهون اي بقع اي ريحة اي دهون اي حاجة اي حاجة محروقة اي حاجة فبنعمل اي اول ما الارفراير نخلصها نقوم راشين فيها هذه المكونات وسيبنها منقوعة عشر دقايق ربع ساعة وبعد كده نبتدي بالليفة النعمة نبتدي ان احنا ننظفها ونخسلها في اجزاء من الارفراير بيبقى فيها بقى الكهرباء والسلوك فدي باللي احنا عملناه ده هنحطه في بخاخة ونقوم راشينه وما ننقعوش بقى نشتغل على طول علشان منسيبش عليها حاجة وما نوصلش طبعا لأي اماكن فيها اسلاك او فيها كهرباء او كده هتطلع معاكو زي الفل المهم ان احنا بعد كل استخدام وهي لسه سخنة ننظفها مرة على مرة على مرة هتلاقوها جديدا نظيفة وما فيهاش اي مشاكل وما فيهاش اي بقع وما فيهاش اي حاجات لزقة وما فيهاش اي حاجات محروقة والكلام ده كله هنطلع فاصل وحنرجع هقولكو حاجتين النهار ده هقولكو زي ننظف المايكرويف الفقرة الجاية ولبعدها ان شاء الله هقولكو زي نعمل المعجون اللي هو ما يسمى بالمعجون يعني له اسم كده بس انا شادر اقوله لانه هو مرتبط ببراند معين يعني بس انا لما اقولهو لكو واقولكو طريقة عميله هتعرفوا انا قصدي عليه نطلع فاصل ونرجع استنونا حبيبي اهلي ما بيكون بعض الفاصل جبتلكوا السيليكون باد عشان اكيد انتوا قاعدين بتقولوا يا اميرا بتتكلم عن ايه هي دي السيليكون باد يا حبيبتي يا حبيبي ودي بتبقى اه ضعف يعني يعني دي احنا اسمينها اتنين لانه بتيجي كبيرة قوي وبتبقى للصواني الكبيرة قوي بتاعت الافران الكبيرة قوي احنا هنا الافران عندنا الستين فبنقسمها اتنين اوكي طبعا اللي عنده افران كبيرة يسيبها زي ما هي السيليكون باد لازم لازم بتتحمل الحرارة ما بتلزقش فيها اي حاجة ولكن ولكن بتتأثر بالحاجات الحادة يعني سكينة معرفش ايه معاصل الكلام ده كله لازم تعملوا واحدة للحلويات وواحدة للحوادق عشان ما تنقلوش نكهة او ريحة ولازم تنقعوها في المحلول اللي بخمس مكونات السحري الاساسي اللي احنا بتفقين عليه مايا سخنة بتغلي صبون سائل اي نوع انتوا تستخدموه ملح لمون خل ابيض وبكاربوناتو اي حاجة السيليكون تتنقع فيه السؤال ده بيجيلي كتير جدا جدا السيليكون ريحة وطعم يا اميرة لازم يتنقع يا جماعة لازم يتنقع لازم يتطهر خلاص اوكي اوكي عشان ننظف المايكروويف بنجيب طبق نحط فيه شوية مية نحط فيه شوية صابون سائل معلقة صغيرة ونحط فيه لمون عصير لمون او خل ابيض بس انا بفضل في المايكروويف بالزيت اللامون عشان ريحته بتبقى حلو قوي هيسحب اي روايح هيتمسح ويتغسل بمنتهى سهولة هيشيل اي حاجة لازقة هيشيل اي دهون وحيشيل اي تراكمات او الوان او كده المية لما بتخش المايكروويف بتغلي من غير ما تشوفوها بعينيكو فاول مفتح المايكروويف وام طلع المية تفور على ايدي او تفرقع في وشي حنعمل الموضوع ده حنسيب المية مقفولة جوه المايكروويف خمس دقايق مجيش جنبها منها بتطلع بخار وبتساعد على التنظيف ومنها ما ممسكش المية باديه اول مفتح المايكروويف يا جماعة تنبيه هام ماشي اوكي تاني وصف حمص بالكاري قلبة حمص مسلوقة او كوباية حمص مسلوقة زيت دورة او اتون او جوزهند باودر كاري كوركم ملح وفلفل الواصفه اللي فاتت انا نسيت احط الملح وفلفل فحابدأ بيهم عشان مانسوبش ملح فلفل اسود كوركم كاري ممكن حاجة واحدة فيهم زيت فيه ممكن تيجوا تعملوا الوصفات دي فتلاقوا ان الخليط تقيل قوي مش مغطي لحمص ما تزودوش زيت زودو مية حيتغلف وفي نفس الوقت مش هيتلع مدهن قوي وتقيل ومش حلو فلو حسيتوا ان انتم مش الكمية معاكم مش مساعدة للتغليف زودو معلقة مية سخنة ما تزودوش معلقة زيت خلطنا الكركم الكاري الملح الفلفل الزيت مع الحمص المسلوق انزل هنا افرد حط ورقة خبز او حط ورقة سيليكون علشان تضمن ان ما فيش حاجة تلزق عندك بعد خمس دقايق من تعرضهم للحرارة افتح اقلب اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق وارجعهم تاني طبقة واحدة وارجع ادخلهم تاني بياخدوا حوالي ربع ساعة تلت ساعة درجة حرارة عالية فوقه تحت شغال الرف اللي في النص هتعملوه في المايكروويف هتعملوه في الارفراير هتعملوه في الفرن كله تمام طيب انا دايما بقول الارفراير لازم تكون سخنة وانتو بتحطوا فيها الحاجة وانا الحاجة حتلزق وتنشف وتطلع بالنتيجة اللي انتو مش بتحبوها فدايما الناس بترد علي وتقول لي اميرة الشركات بتاعت الارفراير بتبقى كتبة في المانيول بتاعهم انو ماينفعش الارفراير تشتغل وهي فضية ودي حقيقة بس ما تشتغل دي تشتغل يعني فترات طويلة انا عايزة دقيقة واحدة بس على ضمنتي انا الشخصية مش هتبوز مش هجرالها اي حاجة ولكن هتحافظوا على ان الحاجة بتاعتكو ما تنزلش ميتها ما تنشفش وما تطلعش بالنتيج اللي هي المقددة اللي انتو كلكم مش بتحبوها فتركنوا الارفراير تحت السرير او فوق الدولاب وما نستخدمهاش كل حاجة لها حاجة وليها طريقة نستخدمها بيها وليها طريقة نحافظ عليها برضو الحاجة نضيفة وما نبوزهاش فقلتلكو على المحلول السحري قلتلكو على طريقة تنظيف الارفراير قلتلكو على طريقة تنظيف المايكرويف عملنا مع بعض نقتين بالحمص واحدة باق الكاري والتانية باق اللمون والشطة هطلع فاصل ونرجع نعمل مع بعض المعجون اياه اللي كان بيتباع برا وتعمل منه ماركة مصرية هنعمله في البيت بعد الفاصل استنوني اهلا بيكو بعض الفاصل تعالوا قللكو على المعجون اياه اللي كان بيتجام من برا لونه بينك اسمه بينك حاجة وبعد كده بقوا بيتعمل هنا اه 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 وعلى فكرة اسمه اه على اسم من الاسامي الحركية بتاعتي خلاص مش هقدر اقول اكتر من كده بقى بتضغطوش علي اللحظة واحدة واحدة هتعرف خلاص سيبوني فعيني بنعمله ازاي حبيبي بنجيب البيكربوناتو البيكربوناتو دي اللي هي البيكينج سودا او بيكربوناتو السوديوم كلهم واحد بتجابه من عند العطار بنجيبها وبنحط عليها صابون سائل فقط لون الصابون السائل هو اللي حيطلع لون المنتج اللي بيتسمى عليه المنتج شكرا مرسي خلاص الموضوع انتهى تفضلوا تزودوا من الصابون وتقلبوا تزودوا من الصابون وتقلبوا لحد ما يعملكم معجون المعجون ده تحطوه في علبة محكمة الغلق تاخدوا منه نقطة على الليفة بتاعتكو او على السلكة بتاعتكو تعملوا بيها اي حاجة تنضف تبقى فولة اي حاجة بوتاجاز عيون البوتاجاز حوامل البوتاجاز فرن اير فراير مايكرويف المطبخ الحمامات الارض الحيطان البتاع ده اللي محير الكل الشفاط الشبابيك بتاعت المطبخ الشبابيك بتاعت الحمامات الحمامات نفسها هذا المعجون يشغل في كل حاجة في الدنيا يعني في الدنيا واي حاجة تغلبكو لازم زي ما بتشوفوا في الفيديوهات بتاعت السوشيال ميديا لازم تدوها مية سخنة مولاعة الاول بتغلي من الكاتل تنزل كل اللي فيها وبعدين تقوموا رشين الرش السحري مية سخنة مولاعة صبون سائل خل ابيض ملح لمون بيكربوناتو وبعدين تقوموا بقى واخدين على الليفة من هذا المعجون وسلمولي على اي حاجة محيراكو فيها دهون فيها اوساخ فيها تكتلات من الحاجات فيها بقع فيها ريحة فيها اي حاجة فيها اي حاجة هتطلع ماشي تالت وصفة من وصفات نقنقة الحمص للنهاردة حمص بالسكر والارفة حمص مسلوق زيت ميبل سيرب او عسل ابيض او عسل اسود او دبس الطمر كلهم هيبوا حلوين قوي فانيليا سكر ارفة رشة ملح بسيطة جدا وللتقديم هحط شوية سوس كرامل يعني مش اساسي ممكن يبقى سوس شاكلت ممكن يبقى السوس الابيض اللي هو بتاع السينيمون رولز زي ما انتوا عايزي المهم زيت رشة ملح فانيليا سايلة او باودر مش هتفرق شوية ارفة كده قدم علاقة صغيرة ممسوحة ميبل سيرب دول معلقة كبيرة مليانة شوية سكر عادي مش باودر قلب 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 انزل بالحمص هنا قلب تاني خلطلي كل ده ببعضه غلفلي الحمص خالص لو ما تغلفش حطلي معلقة كبيرة مية مغلية جهزلي صاج او صانية عليها ورقة خبز او سيليكون باد انزلي بكل الحمص ده بكل السوس بكل المكونات وفردهولي طبقة واحدة دخلهولي الفرن لمدة 10 دقايق في النص افتح وقلب ولا اسهل ولا الاز ولا اطعم من كده بسلة مسلوقة تنفع بدل الحمص حمص مسلوق طبعا معانا فصولية بيضة مسلوقة تنفع معانا دورة حلوة مسلوقة تنفع معانا في كل الوصفات اللي عملناها النهاردة مرتطلة حلوة جدا 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 عملنا تلات وصفات تلات نقنقات تلات افكار مش هستميهم وصفات لانه مش وصفات قوية حمص بشطة ولمون حمص بالكاري والكركم وحمص بالسكر والقرفة هطلع فاصل ونرجع نعمل رابع وصفة للنهاردة هنعمل حمص بالشوكولاتة استنونا اهلا بيكوا بعد الفاصل زي ما دايما بنحاول بنحاول نكون تذكرة لينا وليكم باقي الخير وباقي المفروض ان احنا نعمله واحنا جماعة مفيش او انا على الاقل مش بتدعي اني يعني مثالية او اني كويسة او اني احسن من اي حد خالص 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 بس بس كل واحد فينا بيحاول يعمل حاجة كويسة بيحاول يمشي خطوة كويسة وبحاول وانا مشي الخطوة دي ااخدكم معايا وافكركم وافكر نفسي وافكر ولادي وافكر حبيبي بيها علشان بنقع في خطوات تانية كتير وبنرجع لورا في خطوات تانية كتير وربنا يسمحنا ويعفو عننا ساعد تتساعد طبق زيادة تهادو تحبو الهدف من تهادو تحبو هي المحبة مش القيمة ازازة المية ما بتكلفناش اي حاجة ومش كلنا على فكرة بنشرب مية معدنية احنا بنشرب مية من الفلاتر احنا بنشرب مية من الحنفية في الاماكن اللي مية الحنفية فيها صالحة للشرب عادي خالص عادي خالص بنغلي مية وبنشربها يعنيها من الجودة بالموجودة من المية اللي عندكم من العصير اللي عندكم من الاكل المتاح رغيف بجبنة الموجود بس دايما افتكروا علشان خطر ده بيعمل بركة جمدة قوي 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 وبيشيل بلاوي كتير عننا وبيدي سواب احنا كلنا محتاجين تعالوا نروح للوصفة اللي بعدها حمص بالشوكولاتة ده هناخده على خطوتين عشان الشوكولاتة ما تتحرقش مننا اول خطوة بحط الحمص المسلوق مع الزيت وبفردهم وبدخلهم الفرن اتحمصوا بطلعهم بغلفهم بالشوكولاتة بفردهم بدون فرن واسبهم يبردوا اكسروا بايدي واقدموا نفس فكرة الفشار بعد ما بنعمله ونطرقعه ولا نفرقعه ولا نسويه معرفش اسمها ايه وبعد كده نحطله الشوكولاتة ونفرده ونسيبه يبرد وبعدين نفصصه بأيدينا الواحدة بواحدتها اهي نفس الفكرة بالزبط فالخطوة الاولى محتاجة فرن الخطوة التانية ما فيهاش فرن الخطوة الاولى زيت حمص تقليبة افرد طبقة واحدة دخل الفرن ربع ساعة في النص طلع قلب وبعدين ايه دخله تاني وبعدين طلعه تمام طلع من الفرن وتحمص هيبقى شكله كده اوكي هقوم واخده سمعيني السود اه هوم واخده حط عليه شوية شوكولاتة دي شوكولاتة خام طبعا فيه حد ممكن يبقى حابب يحط شوكولاتة بيضة حد تالت حابب يحط شوكولاتة اه بالحليب براحتكم بصوا بقى اعمل ازاي هقوم جايبة سالكون او ورق زبدة او اي حاجة مش هيخش الفرن دي ياولاد هقوم حطاه هنا عشان شوكولاتة ما تتحرقش ننزله هنا كده وفرده بقى فرده كويس قوي على قد ماقدر واسيبوا يبرد هتلاقوا بعد ما برد يعني برضو ايه في قطع مسكة في بعضها هتقوموا انفرطينها بأديكم زي ما بنعمل في الفشار بس شكرا مرسي خلصنا الله حلقة لزيزة لطيفة بسيطة فيها افكار مش عايز اقول وصفات عشان محدش يقولي ايه اللي انت بتقولي ده يا اميرة هي بمجرد افكار مقنقة بسيطة تعالوا نراجع احنا عملنا ايه مع بعض النهاردة علشان اللي حابب يجرب الوصفات يجربها ويبعت لنا يقول لنا ايه الاخبار اول وصفة عملناها مع بعض احنا عملنا اربع وصفات للحمص والحمص النهاردة مستخدم لالنقنقة اول وصفة عملناها مع بعض كانت وصفة الحمص باللمون والشطة بعد كده عملنا حمص بالكاري بعد كده عملنا الحمص بالسكر والقرفة واخر وصفة عملناها كانت الحمص بالشوكولاتو دي كانت وصفاتنا وافكارنا ونقماتنا للنهاردة اللي بتمنى تكون عجبتكم واكيد بتمنى متابعتكم على صفة ترجمة نانسي قنقر